التربية المبكرة لذوي الاحتياجات الخاصة وسلوبه اعتمدته كثير من الجمعيات ببسكرة وتفاعل معه الأولية وجمعية براعم الرحمن عينة التربية المبكرة هي عبارة على برامج وطرق وعدة بمناهج تربوية باش ينقوموا بالتكفل بالطفل هذا من اللي يكون صغير كيف يلبس كيفاش يمشي كيفاش يتعامل في الشارع تنمية القدرات المعرفية دمجه اجتماعيا وسط هؤلاء الأطفال الأسوية أطفال معاقون دمجهم مع بعض وراءه هدف تربوي لأن الطفل العادي عنده بعض المهارات والقدرات أن الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يقوم بتقليده والتقليد هنا يعتبر تعليمي تربوي الطفل يكون عنده مكتسبات معرفية في فترة سريعة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة تقع على ذوي الاختصاص ووجود تخصص الأرطفونيا شرط أساسي الطفل تجيك لما ما نتعه تقول لك بالولدي هذا ما ينطقش هنا من خلال العمل اللي نتعنا راح نقيمه الطفل هذا ونتوصله واشي هو سبب على ما ينطقش كين شخصه نلقوا المشكل ثم نديره خطة علاجية وندخله ننصحوله النطق نتعه إذا كان الطفل هذا يحتاج إلى دمج على مستوى الجمعية ندمجه هنا في الجمعية تعددت مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بين عمومية وخاصة ورحلة الأولياء بين هذه وتلك تعني أملهم في تذليل العقبات أمام أبنائهم